صيدليات وهمية وأدوية خارج نطاق السيطرة تباع بطرق غير قانونية ومع من قانون صارم لردع المخالفين من الصيادلة والصيدليات هذه مو تحت صلاحية نقاب الصادة هذه تحت صلاحية الأمن الاقتصادي خلن نسميها الجريمة الاقتصادية وصلاحية وزارة الصحة المفروض هذه المحلات يتم التركيز عليه نحن كنقابة من نمنح الإجازة وتجدد الإجازة سنويا وأكو إجازة موجودة بالصيدلية ممكن لأي جهة أمنية إذا تريد بالتعاون مع نقاب الصادة اللي لازم أو مع وزارة الصحة أن تفتش على المحلات لا تلاقيه بس من يدخلون إلى محل مرات يكتبون اسم صيدلية بس هو مو صيدلية فعلا فلذلك عندنا الخطورة أنهم أشخاص فلنسميه حرفين وليس مهنيين كصادة يدخلون في هذا العمل وعلى الرغم من التخصيصات المالية التي تمنح لوزارة الصحة إلا أنها غير كافية لتوفير العلاجات المطلوبة داخل المستشفيات الحكومية بل رغم من تصريح وزارة الصحة بمحاولتها توفير ما يحتاجه المريض من أدوية عند المراجعة والعشرات من الصيدليات أغلقت لعدم امتلاكها التصريحات الرسمية وفرض العقوبات بحق المخالفين بحسب وزير الصحة العراق تقريبا يمتلك حوالي 10 ألف ما بين صيدليا ومذخر خالي معترف بها بين نقابة الصيادة المسجلة في وزارة الصحة لدينا فرق تفتيشية تغلق الكثير من الصيدليات وأيضا تحولها للقضاء بالنسبة للصيدليات الوهمية وهناك بعض المحلات الخاصة التي تقوم بهذه الأعمال أحنى الكثير عشرات من عدها حقيقة تم غلقها بالتنسيق مع نقابة الصيادة وحالتها إلى القضاء هناك بعض الأدوية التي تدخل بطريقة غير شرعية نستطيع أن نبني مؤسسات حقيقية رصينة بكل مجالات هنا فكر السلطة السادسة أو السلطة السابعة سميها سلطة الأحزاب عن السلطة التنفيذية السلطة الثالثة عندها تعمل هذه السلطة التنفيذية بكامل راحتها وتطبق القوانين مهما تكون كبيرا أو صغيرا يجرى عليها القانون لكن في ظل التشتث الآن والتداخل في السلطات هو ما جعل الفاسد وجعل بعض الأشخاص محميين من جهات سياسية وهذا أيضا من أبواب الفساد أكثر من تريليون دينار عراقي هي تخصيصات وزارة الصحة سنويا لشراء الأدوية ولا تكفي لسد حاجة الوزارة من الدواء داخل المستشفيات التي يضطر المواطن إلى شرائها من خارج تلك المشافي وهي إشارة واضحة على استحواذ أغلب الصيدليات على تلك الأدوية كنوعا من التجارة الربحية خارج الأطر القانونية ندى المرسوم من بغداد التغيير